أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا عاوز أشجع كتير من الناس اللي عم بتمر في إحباط عم بتواجه فشل ولسيما بسبب الكلام الجارح أو تقليل القيمة أو الأهمية وحبيت أسمي الفكرة ليس المهم ماذا يقول الناس عنك ولكن الأهم هو ما يقوله الرب عنك وهذا طبعا بيفرق جدا وهذا بيأثر على تكوين الشخصية والكيان الكامل كم من الأفكار السلبية اللي بتدمر الإنسان وكم من الإحباطات أو توجيه الكلام اللاذع والجارح اللي بيسقط ويهبط عزيمة الإنسان ومش مهم شو الناس بتحكي عنك طالما أنت تغيرت وطالما أنت أجيت للرب بضعفك وطالما أنت اختبرت الخلاص وطالما أنت خطياك مغفورة مضيك مستور عيوبك والشكايات اللي كلها ضدك الرب حسمها معك على الصليب وصار عندك السلام والفرح بس للأسف كتير ناس بتتأثر من كلام الناس كلام الناس كتير مرات بنزلنا وبيهبط عزيمتنا خلينا أعطي بعض الأمثال مثلا شاول الملك قال عن داود داود الملك أو داود النبي سما لأنه ابن الموت هو تخيل شاول الملك بيقول عن داود ابن عن داود أنه ابن الموت هو ومرة تاني بيقول عن داود وأنه مكرا يمكر طبعا هاي صفة الشيطان فالشيطان هو الذي يمكر وهو المكر فتخيل أنه شاول بيتكلم عن مسيح الرب الممسوح من الله بيسميه ابن الموت وبيسميه المكر ولكن اسمع كلام الرب عن داود يقول الرب عن داود وجدت داود بن يسة رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي فإذن مش مهم شو قال عنه الملك شاول لكن في نظر الله هو مسيح الرب هو سيصنع مشيئة الرب هو حسب قلب الرب أليس هذا شيء مريح وبيعطينا الطمأنينة والسلام أنه كيف فكر الله عنه يقول الكتاب لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لشر كانوا بقولوا عن السبي أنه إحنا في أرض العدو وإحنا في أيام شر وفي أيام في ظروف صعبة لكن وعد الرب أنه كان معهم أيضا في أرض السبي وقال لهم أنه الأفكار اللي هو بفكرها عنهم أفكار سلام لشر لأعطيهم آخرة ورجاء مرة تانية أحبائي في شاول تاني اللي هو في العهد الجديد شاول الترسوسة اللي هو بولوس الرسول صرخ اليهود هاي في الهيكل في أورشاليم ضد بولوس وقالوا هذه العبارة لا يجوز أن يعيش يعني ما بستحقش أنه هذا الإنسان أنه يعيش لكن الرب أحبائي قال له ثق يا بولوس لأنك كما شهدت بما لي في أورشاليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا فكان وعد الرب أنه ما تخافش بقولوا لك أنت مش رح تعيش ولا يجوز أن تعيش خلين أنا بحكي لك أنه أنت رح مش بس تشهد لهون في الهيكل بالعكس أنت رح تشهد في قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية وهذا كان وعد جميل جدا للرسول بولوس خليني أحكي طبعا اللي هو يسوع المسيح اللي أعظم مثال بالنسبة لإلنا تعرفوا شو قالوا عن الرب يسوع المسيح قالوا إنه سامري وقالوا عنه إنه به شيطان تخيلوا الرب يسوع الطاهر قالوا إنه فيه شيطان وقالوا عن يسوع إنه هو المضل وقالوا عن يسوع أنه بعل زبول يعني رب القمامة أو إله الزبالة أو القمامة تخيل ببعل زبول يخرج الشياطين أي برئيس الشياطين يعني مش بس شيطان كأنه رئيس الشياطين تخيلوا قالوا هذا الكلام عن الرب يسوع المسيح لكن نسمع صوت الآب قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سرد فإذن لا تصدق حية للشيطان فأول حيل استخدمها الشيطان أحقا قال الله لا تصدق الأفكار المشككة فإحنا منخضع أزهاننا وأفكارنا مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح أرفض كل فكر سلبي عنك أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما صيته حسن إن كان فضيلة أو إن كان متح ففي هذه افتكروا الرب عاوز يطلعنا من الأفكار السلبية عن أنفسنا وأفكار الناس اللي بتحبطنا وخليني أختم بشيء مهم جدا لربما تشعر بضعف وهذا مش خطأ لكن أدعوك إنك تذهب إلى الله بضعفك ثم انزل وواجه العالم مش بقوتك بقوة الرب لكي يعطيكم أن تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحقال رب الجنود فإذا بتسمع كلام تقليل أو يعني إحباط أو تفشيل أو تصغير أو تقليل من حجمك ارفع راسك لأنه أنت ابن للرب أنت بنت للرب أنت عيوبك مستورة وخطياك مغفورة وإحنا أصبحنا قديسين وأبناء للعلي وكمان أحبائي صرنا خليقة جديدة وإحنا أبناء الملكوت وأسماءنا مكتوبة في سفر الحياة فتشجع وواجه العالم بقوة الرب والرب يباركك إذا الرب لمسك كون شريك معنا بالخدمة وشارك هذا الفيديو مع الآخرين والرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر